السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرماكولوجي تمام? هتلاقوا هنا سواء اه يعني او بعد كده هتلاقوا بعد كده تمام? خلونا نبدأ بديابيتس هنا كده اول حاجة لما نفتح للشانل هتلاقوا مجرد بسيط كده فيديو سريعية فاهمكم يعني ايه انسلين يعني ايه الكلام ده كله تمام? يعني كلام بس بيفكرك بالديابيتس يعني بسيطة كده من نتر لطيفة يعني نتر قصد فيديوز لطيفة تمام? طيب بعد كده نبدأ بأول محاضرة اللي هي على فكرة الديابيتس من الراوندات اللي شرحك كلها فيها حلو جدا 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 هتلاقونا في ما عملناش محاضرات تانية لا احنا لقينا شرحك كلها كويس فسيبنا زي ما هو ما بنجودش احنا يعني الحاجة طالما شرحك كلها كويس ما بنشرحوش تاني تمام? طيب دلوقتي المحاضرتين دول كويسين جدا هتبدأوا بيهم هو الموضوع بسيط انت لقورته كتاب كفاية جدا يعني بعد كده هتبدأوا بالاكيوت دايبات الكومليكيشنز في بعض الزيادات البسيطة اللي الدكتورة بتقولها هتلاقوهم موجودة في كتاب اس او ماينز هم طبعا كتاب اس امش هامل كتاب القسم ومتزود عليه الزيادات بتاعت المحاضرات يعني فهو كويس جدا ويعني هاي تمام؟ آآ بعد كده الجزء بتاعت دي كي ايه كانت الفيديو ده ده وحلو جدا يعني بعد ما تخلصوا المحاضرة هنا شوفوا الفيديو ده هيفيدكم جدا تمام؟ محاضرة الكرونيك دايبات الكومليكيشنز بتشرحها دكتور عمان يوسف رئيست القسم المحاضرة مهمة جدا 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 تمام؟ كل حرف فيها مهم وممكن تتساعل فيه في القسكي ماشي الأورال انت دايباتك دراجز دي محاضرة الفارما ودي محاضرة البطنة طبعا دي لسنة تلتة للنظام الجديد ودي للنظام القديم آآ البطنة للنظام القديم والجديد طبعا بس الفارما للنظام الجديد بس لهما سنة تلتة آآ نصحتي الأورال انت دايباتك سنة تلتة تتذكر الاول. لازم تنذكر الاول. تمام? الفارما يعني. لان دي تعتبر هي اهم محاضرة في كتاب الفارماكولوجي كله. كل نوع من الورال مهمة والخصائص بتاعتهم مهمة. عشان كده في كتاب اس ام ماينز هتلاهم الجمعين كلهم في مقارنة كده مع بعض. تمام? المحاضرة دي يعني اغلبها متكرر من محاضرة الفارما ولكن فيزيادة بسيطة الدكتور بيقولها هتلاوها برضو كلها مكتوبة في كتاب اس ام. بالنسبة المحاضرة الانسولين سيروبي هي اهم محاضرة في الكتاب طبعا. اه وهي محاضرة سهلة ومهمة جدا. ودكتور مجدي حلمي شرحه رائع يعني. اي حد ما شافش المحاضرة دي ففوت على نفسه كتير حقيقي. تمام? طيب. الفيديو ده عبارة عن مراجعة الفارماكولوجي بتاع الديابيتس كله. لان الديابيتس طبعا في الفارما متأسم نصين نص عن الفارما بتاعت الديابيتس والنص التاني عن الميتابوليك دي سوردرز. ماشي زي الجوت وهكذا. فالمراجعة دي شاملة لجزء بتاع الديابيتس. فهيلي ركممندد برضو فيها مايند ما بحلوة جدا. زملتنا ما يقدر عاملها. ياريت تشوفوه. تمام? الانجيكتاب الانتي ديابيتك دروجز. المحاضرة دي. اه تتشاف بعد محرض دكتور مجدي حلمي. لان دي الفارما بتاعتها. دكتور مجدي يعني عامل انترو دكتور حلوة قوي. انت لو شفت دي قبلها مش هتفرق يعني الاتنين دولة تتشافوا المهم. تمام? البطنة والفارما بتاعتها. مش هتفرق الترتيب بس المهم من الاتنين تتشاف. ماشي? اه سيرابوتيك ابروتش ده فيديو سريع كده. دكتور مجدي بيتكلم معك في كيه السيناريو. كأن واحد جالك العيادة ازاي تعالجه. تمام? محاضرة الهايبو جليسيميا هي برضو من اهم المحاضرات في الراوند. اه شرحها دكتور ريح يا غاني ودكتور ريح يا شرحه رائع. وبيقول لك الحاجة اللي هو بسأل فيها يا نعم. بساطة بقول لك انا هجيب دي في الامتحان. انا بسأل في دي. هو بيحب يسأل في الانسولين يوم معنا. وبيجيبها فعلا في الفاينل. تمام? دكتور ريح كان رئيس اقسام البطن قبل كده وكان رئيس قسم السكر قبل كده. فهو من الناس اللي فعلا اه يعني شرحون كويس. والكلام اللي بقول عليه مهم فعلا بيبقى مهم. وبيجي في الامتحان. تمام? اه طيب. اخر محاضرة معنا هي الاخرى محاضرة دوز السكر يعني. اه هي محاضرة دي سليبيديميا بصراحة يعني اه انا عن نفسي ما كنتش فاهمها قوي من شرح البورتل فعشان كده اي اس ام ماينز شرحوها. والمحاضرة دي برضو مشروحة حلو جدا. فشوفوها من اي اس ام ماينز. والهاندوت بتاع اي اس ام حلو جدا جدا جدا. تمام? فهوريهولكم دلوقتي برضو. اه ده اختصار محاضرة دي سليبيديميا. شوفوها من هنا. تمام? اه بعد كده ده الانتي ديستيبيديميك دروجز للناس اللي عندهم فارما سنة ثالثة. مهمة جدا الانتي ديستيبيديميك دروجز. وعلى فكرة المحاضرة دي يعني انت لو شفتوها هتلاقوها لما تسعين في المية برضو من جزء الفارما. هي بطنة وفارما متقررين. هو عموان الراوند تحسن القرى الانتي دي اصلا محاضرة فارما. الانسولين سيرابي دي اصلا محاضرة فارما. الديستيبيديمي اصلا محاضرة فارما. فهو التلات محاضرات دولت ميكس كده ما بين البطنة والفارما. فانت لو شفت اي الفارما الاول او البطنة الاول الاتنين بيخدموا بعض. ودي حاجة كويسة جدا يعني. ده هنا بتشوف فعلا انتيجريشن حلوة ما بين البطنة والفارما. تمام? يا جماعة مصيحة الواجهة لها محدش يفوت محاضرة من محاضرات الفارما في رواند الدايبيتس. مهمين جدا. مهمين جدا 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 جدا. ويجي فيهم اسئلة كتير. تمام? طيب. آآ بعد كده وصلنا كده الجزء الميتابوليك اللي هو محاضرة الجود. محاضرة حلوة وسهلة. تمام? آآ ممكن شوفوا فيها فيديو ازموزس يعني فيديو ازموزس لو قصير وبيينجز وسهل يعني موضوع بسيط. تمام? ده الفارما بتاعت الجود لسنة تالتة. بعد كده الكالسيوم هيمستيز دي محاضرة الاستيوبروزس يعني وشرح دكتور ماجي كان حلو جدا. تمام? آآ ده الفارما بتاعت الاستيوبروزس. محاضرة الكلية حلوة. بعد كده كده الراوند خلص. تمام? كنظري. آآ بعد كده فيه مراجعتين واحدة لما جزء السكر كآآ جزء الديابيتس نفسه. والجزء التاني اللي هو جزء الميتابوليك دي سوردرس. سواء دي سليبيديمي او استيوبروزس او جو. تمام? عزلنا على الصوت بس عشانان دي برد. تمام? آآ بعد كده دي محاضرة مراجعة سريعة بقى كي سيناريوز للفارما لما الفارما مع البطنة مع بعض كده مراجعة سريعة للي عايز يشوفها. ماشي? بس اهم حاجة بالنسبة لي عايزكم تشوفوها الفيديو ده. ديابيتس اللي هو نتشيل جزء السكر نفسه. ده فيديو مهم جدا لازم تشوفوه. طيب بالنسبة للكلانيكل مبدأيا القسكي سبوتس في الديابيتس آآ هي يعني سبوتس معروفة. يا اما lower limber inspection. يا اما reflexes. يا اما preferable sessions. تمام? آآ آآ الريتن سبوتس عادتا بتيجي صور معينة كده هوريها لكم في فايل كده تذكروا منه. وطبعا حضور الراوند مهم. هم قد كده هشوفهم حلو جدا في الراوند وعندهم ضميب جدا وشوفهم حلو فعلا. تمام من اجمل الاقسام اللي هتعدوا عليها في اقسام البطنة كلها هو راوند السكر. ماشي? طيب. بالنسبة للجزء بتاع الكومليكيشنز اللي قلت لكم عليه. هنا في الفيديو ده دكتور ايمان يوسف بتعدي معاك على الراوند سريعا. يعني انا ممكن شوف الفيديو ده على فكرة اول حاجة في الراوند خالص. لانه هتديك فكرة كده تمام؟ هتتكلم معاك عن الاكتيوتو كونيك ديابيتك كومليكيشنز. هتتكلم معاك عن الهيستوري اوف هايبو هايبرجليسيميا. هتتكلم معاك عن الارقام لان ارقام السكر مهمة جدا. هتتكلم معاك عن الابنرماليتيز. هتتكلم معاك ازاي تعمل اجزاميناشن. والنص التاني ده كتبه بيوروك بقى الاجزاميناشن اللي انت هتعمله في القسط. تمام؟ فده مهم جدا. ماشي؟ يبقى كده سريعا تاني. قلنا تمام؟ وطبعا ممكن يدخل لك ديابيتك فروت اجزاميناشن. تلاقي فيها ألسرز بقى وكلامة ده فتكومنت على الألسرز. تمام؟ وطبعا بتتساءل شافوك في الماكرو والمايكرو ديابيتك كومليكيشنز. ممكن تتساءل في الريجيمنز بتاعت الانسولين. تتساءل في القرى لانت ديابيتك دراجز لانهم بيحبوا المحاضرة دي جدا. بس يعني ده فكرة الدايبيت السريعا. دلوقتي هريفيو معاكم الكلام ده من كتاب سريعا علشان تعرفوا برضو ايه اللي فيه وتذكروا ايه وتعملوا استرس عليه. تمام؟ الاول شكرا للتيم. انا استأذنتهم بس ان انا اعمل يعني سريع كده على الكتاب. هم حطين نفس الحاجات اللي انا قلتها تقريبا. المحاضرات الداكاترة كويسة. حطين البركوت بتاعها. تمام؟ بعد كده هتلاقيهم بقى جنف جزء الكلانيكل. حطوا الفيديو اللي انا قلت عليه اللي شرح فيه دكتور امان يوسف. الفيديو ده مهمة جماعة. مكتوب عليه مش مهم فرغ. الفيديو مهم جدا جدا جدا. تمام؟ اه بعد كده دي المراجعات ماشي. هعدي بس معكم سريعا على الكتاب كده. هو الكتاب ان شاء الله عليه منظم جدا يعني وفيه كل حاجة ان شاء الله. تمام؟ ده كتاب اس او موينز الفين تلاتة وعشرين. طبعا هم بيعملوا اوبديتس كل سنة في الكتاب. مش كل سنة يمكن كل الويندين تلاتة بيحسنوا الكتب يعني. فالريفيو ده الفين تلاتة وعشرين ده اول اديشن في الفين تلاتة وعشرين. تمام؟ ليه تقريبا رابع رابع تعديل الكتاب فورس اديشن يعني. فالمهم محدش يستغرب يعني لو جي كمان سنة لقى الكتاب مختلف. لانهم بيعدلك الكتب باستمرار. بيحسنوهم. تمام؟ طيب دي محضرة الاكيوت ديابيتك كومليكيشنز. الاسكيمة دي مهمة اوة جماعة. تمام؟ الاسكيمة بتاعت التريبمنت وجزء الانسولين والبوتاسيوم والفلانس ما بينهم. الجزء ده الدكتورة عملت ستريس عليه وبتسأل كتير ومهم. ماشي؟ طبعا الديكي اي والاتش اتش اس. الجزء ده يعني من اهم الاجزاء في الراوند ككل الكرونيك ديابيتك كومليكيشنز دي محضرة دكتور ايمان يوسف مهمة جدا جدا جدا. سواء بقى نيورباسي ما هو النيورباسي دي اصلا انت بتعمل لها assessment في الاجزامنشن في الكنيكال اجزامنشن. هو ده من استي في الاجزامنشن. تمام؟ طيب ده بقى الفوت ألسرز بقى والشاركوة جوينت وهكذا الجزء بتاع الشاركوة جوينت مهم. وبيجي صور في الريتن. تمام؟ طبعا انت بتعمل بقى assessment للنيوروباسي في الانتحان ده برضو مهم. والصور دي مهمة. تمام؟ البالسيشنز بقى من اهم الاجزاء يعني دي سبوت سابتة وعادة بتيجي في الامتحان. يقول لك شوف التمر والبالسيشن. طب شوف البابليتيال. طب شوف. طبعا انت بتبدأ وتت. وتاسند تمام. ثانية كده تقريبا. تمام. المهم الصفحة دي مهمة جدا يا جماعة. ماشي. دي طبعا ما بيوريك لو حصل اه هيحصل اللي بيحصل وهكزا. تمام. مهمة. دي برضو بيوريك بصراحة الصور بتاعتهم رائعة يعني. الجزء بتاع مهم. ده اللي فيه تمام. وفي جزء معاين ده اللي انا عاز اهوريه لكم اصلا في عشان اهوريه لكم سانية. الجدول ده. الجدول ده يعني مهم جدا جدا جدا. ماشي? ده بيفرق لك ما بين انواع المختلفة وميزة كل واحد عن التاني. دايبان حاجة مسلا مش مهمة بالنسبة لنا كطلبة وبندرس بقى. والكلام ده. لا ده كده بيسألك الكلام ده. لان انت بتعارج في الاخر والبيشنت ده بيدفع فلوس هو جالك العادة عشان ما تكلفوش كتير. تمام? فايه فيهم وايه والكلام ده على فكرة بيسألوه. فالجدول ده جماعة مهمة قوي قوي. تمام? الانسولين سيرابي ده محاضرة دكتور آآ دكتور ماجدي. تمام? المحاضرة رائعة وهو من نظامها حلو جدا ويعني ولا كلمة بصراحة. تمام? فلازم تشوفوا محاضرة دكتور ماجدي. بعد كده الهيبوغلايسيمية دي محاضرة دكتور ياحي غانم اللي قلت لكم عليها. ما شاء الله دكتور ياحي منظامها حلو. هما طبعا حطين سورة الانسولينومة لانها بتتساءل كتير جدا وما بيحطوش سور منفراغ برضو. تمام? فهي مهمة. بعد كده جزء الديستيبيديميا ده اللي قلت لكم هانداوت اسم حلو فيه. هما فعلا الهانداوت رائع. واصلا الفيديو بتاع المحاضرة مشروع الهانداوت. فبردو يعني برشح لكم جدا تذكروا الديستيبيديميا من هنا. تمام? آآ بعد كده المحاضرة بتاعت. وكده دخلين بقى على جزء الميتابوليك. ما فيهوش كلام كتير والله هي المحاضرات سهلة بتاعت الجزء جزء الميتابوليك. وده كده رشارحينها حالو. تمام? ده بسيط كده يعرفك بقى الحركة بتاعت فيتامين دي والباراسيروت هرمون والكالسيم معموما كالسيم تمام? بقى كده بقى يدخلك في الايه? في المحاضرة بتاعت الدكتور ماجي حلوة جدا. ماشي. بعد كده ندخل على الجود برضو محاضرة الحلوة. ما فيهاش كلام كتير. والاا والكتاب متنظم حلو يعني بينجز. الجزء ده بتاع الارقام. ارقام السكر جماعة مهمة. ايه ايه انت دلوقتي ايه ايه ولا دايابتك وايه? تاهمين اصدر الارقام اللي هو تبع عندها تايت جليسيم الكنترول. الارقام دي مهمة جدا جدا جدا. ماشي? ده تفريغ محاضرة القوسكي بتاعت الراوند الديابيتس اللي هي شرحها دكتور ايمان يوسف. اللي هي اسمها دياجنوستيك ابروتش اه تو ديابيتك بيشنت. تمام? المقارنة بين تايب وان و تايب تو دي مهمة وبتتسأل دايما. لأنت ممكن بالنظر كده تبقى عارف يعني تسعين في المية البيشنت ده تايب وان ولا تايب تو. تمام? من سنه. طيب الهيستري والكمبليكيشن سنه ووزنه طبعا يعني. المجيدة بتتسأل ان ان انت تسأل البيشنت على المايكرو والماكروفاتسكار كومبليكيشنز تاخد منه هيستري في الحاجات دي ده مهم والصفحة دي مهمة قوي. وممكن تدخل بسطوت قوسكي بقى ده ده كل المطلوب منك. الاجزامينيشن الحاجات دي مهمة. ماشي? بس كده. ده خلاصة راوند الديابيتس. ان شاء الله ما يكونش صعب بالتوفيق ان شاء الله.